جميعا يا اخواتنا اليوتيوب منتر تبعين جالي مرحبا بكم علي السلام يا ابنات فرضوه عليها لن أشاركوه لنشاركوه انا نقوم بحراء نقوم بتقليد على قصر سلام بنات كديرين اليوم سأتشاهد معكم القصاري جدا بطريقتي عادية لاكي لاحظ هذا الشيء يكون عشوائيا ولكن الطريقة تأتي رائعة وزوينة وكسكسو يأتي بنين وكما يكون محسن من هذا القزعة في الطبيعة وبلبل بلدي وهذا المنظر الغزال تشهيدكم تكونوا معنا سوف ننزل المصفى ان شاء الله اذا اول حاجة سوف نطيب الجاج بوحده انا ما عمرني كان طيب الجاج بوحده انا ما عمرني كان طيب الجاج بوحده لانني كيجيني بحل المسلوق وما كان قدرش عليه هذا الشيء لشي كنطيبه بوحده نضيفه معلقة كبيرة مع مراش ديال البزار ومعلقة كبيرة ونصف ديال سكين جبير لبنات سكين جبير كيجي غزال فتجاج براكم معارفين ما كيحيد سفورية هنا غدي نضيف معلقة كبيرة ديال خلقهم من البلدي غدي نضيف معلقة صغيرة ديال السمن انا كيجمني السمن اللي ما كيجبوش ما يديروش وهناي عندي تومة وما تستغربوش هالبنات تومة راه كيجي زوينة جربوها عد حكموه ما تشوكوش لي عفاكم سافيو هناي عندي واحد البصلة قطعتاها كده يا شرائح سافيو غدي ندي والطنجرة ديالنا طيب فقري شو قدم طبيعة دووزنا اجواء زوينة يا البنات حستتراسي فعلا هاديه الحياة اللي كانستاهلو انا لنعيشو وسط الطبيعة وهناي نسيت مزجش واحد ضامة ديال الزعفران الحور وهذه اختيارية نسينا الزعفران مجبناج ودرنا غير هذا شوفوا البنات كيف ما لاحظوه انا رأى ما كان قلي ما كان ديرتشي حاجة تجاره هي معرفت انا لماذا يقليون المهم هنا كيف ما كتشوفوا خذيت البرمه درتش فيها جوش ديال البصلات مقطعين شنيفات او شرائح اضفت عليهم خيزو لم أعطيتكم الكيمياء البنات لان انا هنا اضفت عليهم اضفت عليهم اللفت وهناي اضفت عليهم دابة التوابيل هنا اضفت السكينجبير اضفت علي البزار هنا اضفت علي الملحة من طبيعة الحال ويضع المخصرات هذه الملاحة اضفت عليهم اضفت عليهم اضفت عليهم وضع باقصة الماء اتضفت عليهم اصبحت اضفت عليهم اصبحت عليهم انحظنا الاقصر قلنا الى الوصف نستعمل الكسكسو على البيان لديمك فالزيت اسوار اذا انهم اعطني ان احمد كسكسو بالنسبة لكسكسو بالنسبة لكسكسو من بعد اضعجي 4 لتر الماء لاني اط reunد كيلو الكسكس ونحن نعمل كاكسكس توقف عنه أحضر كسكس نحاول أحضر كسكس ونحن نعمل كما قلت لكم نشرب لكم ونحن أردوك الخطر حتى لا ينزوري كي يكون حسنا ونحن نحب حتى نعمل ونحن نعمل كسكس ونعمل من طبيعة الحال لا نضع شيئا تحت الكسكس هذا الشيء الذي تعلمنا عند ودينا سوف نضيفه في مدى 20 دقائق عندما اضفته الغلية اضفت عليه زيت البلدية لذلك سوف نضيفه الغلية سوف نضيفه الغلية سوف نضيفه الغلية سوف نضيفه في اللطة حتى يدخل الفران لا تستغربون قوة الزيت لكن اضفتها بطريقة لذلك سوف نضيفه المهمة لكي تلاحظون هذه المرقة التي تشططتها من تجاجتها على الخضيرات لتنسمي هذه الخضيرة هنا اضفت القرية وضعت القرية وضعت القرية الحمرة اضفت القرية العادية وراء المرقة البناترا لا تشاركة نضيفه هنا اشترك أضفت القرية لتنسمي وضعت القرية اضفتها لتنسمي ونضيفه اضفتها 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 وقرية وحيث واخدام خذتها قد يجزم اعجزتها من بعد من 16 دقيقة سأضفتها هنا اضفتها 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 وعاوة الابنات ترى على حسب المركة الكسكسولي تأخذ وراء كين كسكسولي يشغل بضغياء كين كسكسولي يخلصوا بزافة الماء المهمة الابنات تعينكم ميزانكم يعني سيروا بالجهد الكسكسولي عندكم وهناي كانت تشكا عليكم كنوري لكم ايدي اللي تحرقوا سافي من بعد درت كسكسولي من طبيعة الحال في الكسكاس وغاد نرجع اي طيب وهذه اخر تفويرات درت لها الابنات ممكن انكم تزيدوا تفويرات ثم على حسب العادة اللي عندكم سافي هنا طابلية درتوا في الكسعولة الكسرية على حسب ماذا تقولون لها التوما المهم ودرت لي شوية ديال السبن سافي وغاد نوجدون ان شاء الله باش غاد نسكيه والبنات راه والله العظيم تبعد الطريقة راه كجي زوينا سافي هنا غاد نبدأ بشوية ديال البلول شوفوا البنات شحال هاد المريقة زوينا تحيي الجيهان شوفوا البنات المريقة تبعد المعلكة لا تنظروا غالطين بان اذا قلنا المريقة تجينا المعلكة راكي اللي يقلون وما تكون قام معلكة أربيه البنات وش ما يحسن هكذا تجاج محمر ومجموع وكل مضاق ديال وبنين او لا تجاج اللي يطيب وصل المرقة ويأتي ليس انتف ويأتي فازق وما عز فيه يأتي يأتي انا عارفة انا متأكد سوف يأتي ونحن نتعليق لا وهذه ليس طريقة تتعلموا انكم تجربوا و تحكموا راحنا يأتي المغرب تبارك الله منطجها القويرة كل واحدة تطيب تتعليقها وانا انا اشارك معكم واحدة طريقة من القلب سوف تتجيب بنينا و هنا ضروري من واحدة المعلقة ديال زيت أرقان ديال بالعيد واب العيد وشوية ديال البزار هادي قاعدة تعلمناها من عند سواسا ولا من عند الناس ديال اقادير يعني كان ديروا شوية ارقان والبزار فوق الخضيرة ديال كسكسو زيت ارقان مع كسكسو كي يجيغ غزل بزاف يوو انا هادي غادي بالقصعة ديالي للطبيعة وهنا يعدنا البن ديال بقرة الحقيقية يعني زعمال ديال الضار صافي وكانت هادي القصعة ديالنا اللي كليناها في الفيرما بغيت من هاد المنبر نشكر مونا ونقول لها شكرا على الاستضافة ديالك شكرا على الصخاء ديالك شكرا على اجواء اللي عيشتنا في الفيرما كانت اجواء رائعة جدا 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 شكرا مراتنا اخرى وشكرا لكم الليبنات استحملتوني في الفيديو كان احمق عليكم ونتلقي مشاء الله في فيديو جديدة سلامة شكرا شكرا